بسم الله والابن الروحي كل سلام واحد امين كل سنوان طيبين بأيام العذرة الجميلة والسلوات والنهضة الممتعة والمفرحة للقلب جدا من الحاجات الجميلة اللي اختارتها كنستة العذرة ان احنا نتكلم في سفر الامثال مواضيع النهضة السنة دي جاية من سفر الامثال وسفر الامثال هي الحكمة النازلة من فوق حكمة اللي جاية لسليمان الحكيم من فوق فجميل اللي احنا نستخدم كلمات سفر الامثال في المواضيع المختلفة اللي نتكلم به فيها في النهضة هي بختنا بالكلام اللي موجود في سفر الامثال ونركز فيها صحاح 22 بيكلم على الفكر والغنى وده الموضوع بتاع النهاردة الفكر والغنى مش بس صحاح 22 بيكلم على الفكر والغنى وانما حاجات كتيرة قوي في الانجيل بتتكلم على موضوع الفكر والغنى إيه أهمية هذا الموضوع عشان الأباء اللي حطوا النهضة السنة دي يحطوا حكاية الغنى والفقر لأن الغنى شيء خطير جداً يؤثر في الإنسان المال سلطان المال سلطان ممكن هذا السلطان يأخذ مكانة في قلب الإنسان ويدغي على مكانة تانية روحية فالمال له سلطان عشان كده المسيح لما قال الكلمات للوعز بتاعه اللي في الإنجيل اللي قال فيها لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء لأن حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً فالمال شيء خطير ممكن يأخذ قلب الإنسان وممكن الإنسان يجري وراء المال من غير ما يحس وممكن الكنز بتاعه يبقى في المال ما يبقاش في ربنا فلللدرجاتي موضوع المال ده موضوع خطير واتكلم عنه سليمان الحكيم في صحاحة 22 كتير بس اتكلم عليه كمان في حتة تانية كتير قوي على خطورة المال المال أيضاً ممكن يستخدمه الشيطان علشان يخليك تمشي غلط وقد تفقد ملكوتك بسبب الغنى وبسبب حب المال يعني مثلاً نتيجة للمال وحب المال ممكن الإنسان يظلم حد ياخد ماله ليس له ممكن في مراس أيام كتير قوي ممكن تلاقي واحد أخذ بقى مسؤول عن توزيع المراس لإخواته وإنما المال ابتدى يبقى قوي جداً والشيطان يربطه بمحبة هذا المال ما هو أخوك غني ما أخوك مش محتاج طيب ما تديله الشهر الجاي ما هو يصبر عليك شوية لغاية ما تديله فالمال له هذا السلطان والشيطان ممكن يستخدمه ضدك علشان يبعدك عن طريقك اللي ماشي صح فيه واللي ماشي في طريق ملكوت يبعدك عنه أنا فاكر مرة محبة المال دي كان فيه خادمة والخادمة دي كانت شطرة قوي يعنيها مفتوحة على محبة المال على فكرة الغنى والفقر هل الفكر الغنى عندي ممكن ياخد خدمتي وممكن ياخد سلامي وممكن ياخد علاقتي بربنا أفاكر مرة كنت رايح زيارة مع ابني عقوب في العربية كده وبعدين تليفون اتصل أحد من الخادمات الكبار اللي عندنا في الكنيسة طلبت إنها تسأل سؤال يعني في حاجة عايزة نصيحة وإحنا عادة لما نبقى في العربية معنا حد نقول أنا جنبي فلان هل ينفع فقالت لا ينفع ما فيش مشكلة نتكلم مع بعض فكان السؤال حاجة كده غريبة قوي هي شغالة في شركة وشركة كبيرة ويعني وظيفتها عالية وجالها ترقية الوظيفة أعلى تبقى مانيجر وكان السؤال بتاعها سؤال غريب جدا جدا أقبل هذه الوظيفة ولا لأ إيه رأيكم يعني فقالت لأنها بقى مشغولة جدا عندها هي أمينة خدمة يعني جزء كبير في مدارس الأحد عندها ثلاث ولاد كون إنها تقبل الإغراء بتاع المال كويس إغراء الكريير كويس وإنما كانت مليانة حكمة إنها تسأل هل فعلا من الحكمة اللي أنا أطلع في المانيجيري أطلع بقى مانيجر وأطلع على من مانيجر وأبتدي أطلع في السلم بتاعي والكريير بتاعي والتمن اللي هدفعه إيه فكان سؤال جميل جدا سؤال حلو قوي قوي فعدنا نتناقش معاها كده يعني طيب لو اشتغلتي شغلانا دي يعني وقتك هيبقى شكله إيه لأنه صحيح حلوقت هيبقى قليل قوي خدمتك هتتأثر قاها تتأثر محتاجة في فلوس لا ده جوزي بيشتغل كويس قوي وإحنا مديا مبسوطين فكان رأيي الاتنين أنا وبني يعقوب في الوقت ده نفس الرأي خلاص سلامة ربنا حط في قلبك كده شبعة مش عايزة تجري وراء الغنى مش عايزة تجري وراء المال الأكتر مش عايزة تجري وراء غنى المناصب فكان قرار حلو قوي منها يعني بعد ما تنقشنا كده قالت أنا مش هقبل الوظيفة دي وهعيش وهي فعلا ما قبلتهاش وعاشت بتاخد لبلها من أولادها بشكل كفاية بتاخد لبلها من خدمتها بشكل كفاية عايشة في سلامة ما فيش سترس الكارير ده ففي حاجات معينة ناس عندها حكمة إنها الغنى له تمن وحب المال يخوف هي كانت خايفة من القصة دي إنها تعمل الموضوع ده عشان كده فكرة الفقر والغنى المسيح تكلم عليها كذا مرة في الإنجيل المسلين على موضوع الفقر والغنى لو تفتكروا المسل على الغنى اللي كان مش سائل كان مشغول قوي بالمال بتاعه كان مش سائل في العازر اللي كان مرمي قدام البيت بتاعه وكان في المسل ده اللي الله قال إن هذا الغنى كان بسبب انشغاله وبسبب تكبره وبسبب المال اللي عنده فقط رحمته لهذا الإنسان وكانت نهايته في هذا المسل مش نهاية كويسة كمان ذكر المسيح مثل تاني على حكاية الغنى إن هذا الإنسان اللي كان غني قوي بس ليس لالله كان غني لنفسه وعد يقول اللي أنا عندي فلوس كتير قوي فخليني أجمع أكتر وأبني مخزن أكتر وأقول لنفسي كلي وأشباعي لسنوات عديدة جاية وما تعليش هم حاجة فجاء صوت من السماء ملاك قال له اليوم تأخذ نفسك منك يا غبي فلمن أزيل التي أعدتها لمن تكون فتكلم المسيح على فكرة الغنى والعالم كله اللي احنا عايشين فيه بيتكلم عن الغنى أنا عملت جوجل النهاردة وأنا بحضر علشان أشوف قد إيه فكتبت كلمة كيف أكون غنيا فأطلع لي كمية المقالات وكمية الكد وكمية الشركات اللي بتقول تعالى اتعامل معايا واخليه غني حاجة مهولة حاجة مهولة وكأن فكر الغنى ده ممكن يخش جوه الإنسان بسهولة ويخسره حاجات كتيرة جدا ذات معنى أكتر فأنا عايز أكلمكم النهاردة على إيه على الغنى المقدس نوع تاني من الغنى ربنا عايزنا نهتم بيه وعايزنا نفهمه كمسيحيين نوع آخر من الغنى أعكلكوا حكاية لطيفة كده كنت مرة بتفرج على قناة أجابي وبعدين راحوا مجموعة من الناس اللي هم أغنية راحوا يساعدوا قرية فقيرة جدا 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 ويددولها فلوس فعلشان يبنوا حاجة عشان يشتروا حاجة وجايبين الكاميرا معهم وبيصوروا قناة سي تي في بتصور هذا العمل اللي بيقوموا بيه الناس اللي معاهم فلوس من أجل الناس الفقرة فراحوا قرية معدمة شوارحها معدمة كده وبيت الخشب بتاعه الفتحات اللي في الخشب أكتر من الخشب اللي موجود في البيت خبطوا على الباب الباب زق سنة وصوت ضعيف تلع من جوه الباب كده وقال اتفضلوا الباب مفتوح فاتفتح الباب والكاميرا دخلت والناس اللي راحين يتبرعوا دول دخلوا وراها ولقوا لينا سبت كده نايمة على الفرشة عمرها يمكن 75 سنة وابتسامة على وشها لطيفة اتفضلوا والمكان اللي هي قاعدة فيه مفوش أكتر من الحتة الكنبة البسيطة اللي هي نايمة عليها وتربيزة عليها وبور جهاز وكم حلة كده وهو ده كل الكلام اللي عندها وبقين دخلوا الناس دول وقالوا لها احنا جايين مش عارف من الهيئة فلانية واحنا عايزين نشوفك محتاجة ايه علشان نديلك فردت الستة الجميلة دي بابتسامة مليانة رضا ومليانة شكر جوا عنها وقالت لهم انا المسيح جنيني ومش عايز انا مش عايز اي حاجة خالص مش بتمثل ولا بتقول كلمة من وراء قلبها هي حاسة من جواها انها مش عايزة حاكة حاسة برضا وشبع فانا عادت اقول بعد ما تفرجت على وهم عادوا يتحايلوا عليها طب نبنعمل لك كذا طب نجيب لك كذا حبيبنا مش عايزة حاكة انا مش عايزة حاجة فانا سألت نفسي بعد ما تفرجت على البرنامج ده مين فيهم غني ومين فيهم فقير انا مثالي الستة دي اغنى الف مرة من الغنى بتاع الناس التانية انا ما بقولش الناس دول ما بعملوش عمل صالح وعمل خير طبعا بيعملوا عمل خير ربنا يخليهم ويخشوا يدوا من اموالهم انما الغنى اللي عند الستة دي نوع اخر ليس غنى المادة اللي عند الباقي الناس وانما غنى من نوع اخر غنى شكر ربنا الذي لا يسويه مال ما فيش مال في الدنيا يقدر يشتري شكر ربنا ولا الرضا اللي موجود جوه قلب هذه الانسانة مرة كمان يعني ربنا عارف اللي انا هقف مرة كده ادي موعيزة على الموضوع ده فبعث لي حاجة تانية كده برضو في قناة من القنوات المسيحية برضو مجموعة كده راحين يدوا فلوس لناس غلابة كده وبيسألوا سؤال واللي جواب السؤال ده ياخد الف جنيه هم مش همموا من السؤال هم همموا يدوا الف جنيه للمنطقة الغلبانة دي راح خبطوا على باب كده وست نزلت وقالوا لها أنا اسألك سؤال قالت لهم اسألوني ست بتاعت خمسين ستين سنة اسألوني فسألوا لها سؤال بسيط كده وهي جاوبت عليه فقالوا لها خدي الف جنيه دي وقالت لهم بتوعي الف جنيه فقالوا لها عشان جاوبت السؤال قالت لهم متشكرة خالص أنا مش عايزة وهي ست بسيطة المكان بسيط كده وقالوا لها يعني طب استخدمي بيه اي حاجة فقالت لهم البيت اللي جنبي فيهم ناس محتاجة روح الدول وهي محتاجة جدا هي يمكن لو محتاجة تشتري فستان محتاجة تجيب شرب كده ألطف من اللي هي لبساها محتاجة البيت بسيط وهي بسيطة قوي يعني وأصروا لمدة يمكن خمس دقايق تحايلوا عليها تاخد الفلوس هي شايفة الفلوس اللي ألف جنيه معملة تقول لهم شوفوا طب البيت التاني شوفوا ناس تانية محتاجة فحنا نروح لبيوت التانية ما تتعاوليش هم احنا نروح لبيت اللي جنبك ونروح لبيت اللي وراك ما تخفيش مش هنسبهم يعني وهي تصر أبدا انها ما تاخدش الفلوس نزل ابنها وابنها صغير كده في السن ولقى الالف جنيه حليو فعنيه فقال لهم انتوا ايه حكاية الالف جنيه فسألنا ماما سؤال وعايزين ادي لها فلوس وها مش عايزة تاخدها ماما خدي فلوس بقى ما ينفعش كده وراح واخد فلوس الالف جنيه حطيتهم في جيبه وانا عادت أقول هذه الست غنية غنى وهي قالت له مايصحش سيب الفلوس للناس انت مش فلوسك يعني سيبها فغنى غنى الرضا ده غنى جميل جدا جدا أجمل من الغنى ده الغنى اللي بيعلم هن المسيح والغنى اللي بيعلم هن الكنيسة لو عايزين نطلع بحاجة النهاردة من الموضوع بتاع الغنى والفقر دور على الغنى ده لأنه أثمن من الغنى اللي بيدي العالم أثمن من الفلوس لما الإنسان يبقى راضي من جواه أثمن بكثير جدا من الفلوس مرة سمعت حكاية عن واحد في بلاد الغربية يعني بيعملوا ليستة كده مين أكتر واحد غني في العالم ويجددوا الليستة ده كل سنة كل سنة واحد يطلع واحد ينزل ففي مرة من المرات واحد جالوا اكتئاب شديد جدا لأنه هو مش موجود في أعلى الليستة دي نزل بقى نمرة اثنين بعد ما كان نمرة واحد لكذا سنة أغنى واحد في العالم وهو نزل بقى نمرة اثنين فبقى حزين جدا وزعلان جدا فبقول يا ربي انهي الغنى هل الفلوس اللي عنده بالمليارات في البنك هي دي الغنى ولا الست اللي هي عمالة الناس عم يتحايلوا عليها تاخدي فلوس وهي عمالة تقول لا مش عايزة أخد فلوس فهو ده الغنى إني فيهم الغنى تالي الغنى اللي بيقدمه المسيح اللي فيه شكر وفيه رضا هو ده الغنى الحقيقة لأنه عنده أموال كتيرة قوي وإنما مش راضي هو عايز يبنمر واحد مش عايز يبنمر اثنين في الليستة بتاعت الاغنياء بتاع العالم المال لم يعطيه شكر والمال لم يعطيه ان يكون راضي ومكتفي وإنما المال ده اللي عنده الغنى اللي عنده المادي اللي العالم كله بيكلم عليه والشيطان بيحاول يلعف مخنا يا بخد اللي معه فلوس كتير اللي معه فلوس كتير فلوسه محلولة لو انت بديتني يا ربي ما عنديش مانع اخد بركة انا بعمل العلاي ومش كاسلان انما ما يكونش هدفي المال وانما هدفي الرضا هدفي ان نكون راضي من جوه وشاكر العدرة السنة دي فرحتنا فرحت كنيسة الابطية بالذات وفرحت العالم كله بمعجزة يمكن كلكم شفتوها في الكام يوم اللي فاتت بتاعت واحد اسمه عادل المعجزة دي يعني حاجة فائقة الروعة دي مش حاجة المعجزة دي هتفضل لسنوات طويلة جدا تجبر ويبقى لها اثار جمدة لانها اول مرة نشوف حاجة متصورة بالصوت والصورة لانسان مشلول بقى له سبع سنين ما فيش شك على الاطلاق ان الاباء الكهنة بيروح يناولوا بالهم سبع سنين الحكاية دي حقيقية مية في المية مش حكاية مفبركة وتصورت وتقالت وتقالت تفاصيلها قام يجري عاملة زي ابن رافل انجيل بالزبط لما بولس وبطرس داخلين الهيكل ولقوا هذا الانسان الاعرج وقام يطفر بالفرح ولا فيزيو تيرابي الناس اللي هم دارسين تب يعرفوا ان واحد لما يبقى قاعد على كرسي زي كده لمدة سبع سنين ما قدرش يمشي وما قدرش يتحرك قبل ما يقعد فترة طويلة انما معجزة شفناها كما نقرأها في الكتب المقدسة وكما نقرأها في السينكسار حاجة فائقة الجمال وحاجة فائقة الروعة واحلم فيها انها تمت في سيام العذرة واجمل ما فيها انها تمت في نهضة من النهضات هو رايح النهضة يعيني شايلينه وهو مش قادر ومن اجل ان هو رايح حصلت هذه المعجزة فرحت العالم كله وفرحت كنيستنا وفرحت المحبة اللي لينا في العذرة الفائقة خلتنا نحس ان السمع حاسة بيها والعذرة حاسة بيها طبعا دي مش اول مرة العذرة تعمل حاجة كده انما هذه المعجزة بالذات معجزة فريدة انها متصورة الناس تدرى تشوفها بعنيها ويسمعوا كلام الراجل هو بيحكي عن معجزة النقطة اللي انا عايز اقولها ايه في المعجزة دي سر هذه المعجزة ان هذا الرجل ابونا وقف اعمل معه حوار كده اقول لو انتم شفتوه اب اعترافه مع اب تاني وحكوا حكاية غريبة قوي قالوا ان هذا الرجل من يوم ما تشل جسمه دي ورجليه وكل حاجة كان دايما يقول كلمة ايه نشكر ربنا ما كانش ابدا معترض على اللي حصله بس مش هو بس ده هو ومين هو امراته امراته كانت دايما في نفس الطريقة تشكر ربنا فكانت هذه الاسرة فكرتني ان لما جاء ملء الزمان اختار العزراء مريم في وقت معين علشان يأتي منها المعجزة دي حصلت في هذا الوقت لكي يكون هذا الانسان وزوجته موجودين عندهم حياة الرضا والشكر اللي احنا شفناه فيهم عشان تأتي العزرة وتصنع معجزة مع هذا الشخص وزوجته الجميلة وهذا الانسان يقوم بشكل الفائق الجميل ده رضا وشكر طيب يشكر على ايه ده بقى متكسح بالكامل وبيشكر على ايه ومراته بتشكر على ايه انما هم متعودين على نشكرك يا ربي على كل حال ومن اجل كل حال وفي سائر الاحوال يا ربي بنشكرك وده اللي بتعلمه لنا الكنيسة كل وقت في صلاة الشكر اللي احنا نشكر ربنا على كل حال بنعرفش يا ربي الصالح فين احنا بنشكرك فهذا الانسان حصلت مع هذه المعجزة وقد يكون اشهر انسان في الكنيسة الابتية وانا لاقوا بالغ ان انا اقول ان هيبقى اشهر انسان في العالم بعد شوية قنوات كتيرة جدا هتروح تسجل وهتشوف المعجزة دي وناس كتيرة في العالم قلبها هيتحرك بسبب هذه المعجزة عادل ده الذي يشكر ربنا ربنا هيرفعه ينور به فعالم يبحث عن الغنى وانما كان بيبحث عن الرضا والشكر كان شاكر ربنا وكان راضي عنه فاين الغنى اين الغنى المقدس الغنى المقدس في الانسان اللي بيعاب يشكر ربنا في الإنسان راضى بحاله ومش اللي قاعد طول نار يشتكيه مش قاعد طول النار بيقارن بينه وبين الآخرين أنا راضي يا رب بحالي أنا شاكر يا رب بشمسك اللي بتطلع علي كل يوم أنا شاكر زروفي أنا شكرك يا رب على كل حالة أنا فيها لأنك لا تنساني وأنا ابنك هذا الإنسان عادل علمنا درسه كلام اللي قاله أبونا لتنين أبائي اللي بيرحولوا يناولوه بقالوا سبع سنين لمس قلوبنا جدا بالغنى الحقيقي هو ده الغنى الحقيقي اللي بيكلم عليه سليمان الحكيم هأرلكم حتة من اللي قاله سليمان الحكيم في صحاح 22 لأنه ده الصحاح اللي مفروض نتكلم عليه الآية الأولانية بتقول وهي ترجمة مش مظبوطة ترجمة الإنجليش أحسن منها ترجمة الإنجليش بتقول البر أو التقوة الإنسان اللي يعيش بار الإنسان اللي يعيش شاكر أفضل من الغنى العظيم والنعمة الصالحة لما ربنا ينعم على إنسان زي عادل ده أن يكون شاكر وأن يكون فرحان واللي ينزل في العجز بتاعه عشان يحضر نهضة فيشلوه عشان يحضر النهضة ويروح الكنيسة ويحضرها ستريمينج إنما رايح الكنيسة بنفسه عشان يحضر النهضة وياخد بركة النعمة العظيمة اللي ديتها له العذرة أفضل من الزهب والفدة هو ده كلام سليمان الحكيم على الغنى الحقيقي المقدس وليس غنى المال هو على المال يشغل قلبك هو على المال يكون شغلك زيادة على اللزوم هو على طول الوقت تبقى معايا قد إيه وبكر النفسي باللي جنبي معا قد إيه نفسه بقى أغنى لما بص على حكايات الناس اللي حولي نفسي بدل البزنس يبقى تنين والتكلفة بتاعة البزنس يتبقى على حساب أسرتي وعلى حساب خدمتي وعلى حساب سلامي وعلى حساب صلواتي ربنا وعلى حساب مخي المشغول كل الحاجات دي الإنسان الصالح زي ما سليمان الحكيم بيقول البار أو البر أفضل من الغنى العظيم والنعمة الصالحة لتأتي ربنا لهذا الإنسان أفضل من الزهب وأفضل من الفدة هو ده الغنى الحقيقي اللي الكنيسة عايزة تعلمه لنا النهاردة اوعى احتقر المال المال ليه لازمة طبعا وربنا يده لنا بس ما يبقىش هو اللي واخد قلبك ما يبقىش هو الكنز اللي موجود دوه قلبك اللي انت دايما بتجري وراه وتبيع حاجات كتيرة قوي عشان خاطر هذا المال شيطان مش هيسيبك هيقول لك العالم اللي حواليك كله شاطر بيعمل بيزنس الناس اللي حواليك كلهم عملين يزدادوا العربية اكس بقت عربية واي والعربية الصغيرة بقت عربية أكبر والبيت اللي في الشرع ده بقى بيت مش عارف فين لو ربنا اداني اشكرك يا رب لو ربنا ما ادانيش شكرك يا رب مش هو ده الغنى الحقيقية الغنى الحقيقية هو في شكر ربنا اقول لكم نوع تاني من الغنى الجميل قوي اللي الانسان لازم يسعى حواليه هو غنة غنى معرفة المسيح غنى معرفة المسيح عشان اعرف المسيح وكون ابن له واعبده ويكون عندي امام بالمسيح ده غنى يفوك اي غنى في العالم قال بوليس الرسول عبارة جميلة جدا قال خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية من اجل ايه بوليس الرسول من اجل معرفة المسيح ايه ربي لو انا عرفت المسيح ده غنى افضل من كل الغنى اللي موجود في الدنيا بوليس الرسول في روميا قال حاجة على موسى النبي قال ايه جميلة ايه على موسى النبي قال ايه قال موسى حاسبا عار المسيح غنى مش المسيح بقى نفسه يعني هو بوليس الرسول قال من اجل من اجل ربح المسيح او من اجل معرفة المسيح ده حاسبا عار المسيح العار اللي يأتي بسبب معرفة المسيح والالتصاق بالمسيح غنى أعظم من كل خزائي مصر كان ابن لفرعون وكان غني جداً إنما اعتبر العار اللي يكون موجود فيه بسبب معرفة المسيح غنى أفضل من كل خزائي مصر أبقنا اللي خلفونا كانوا عايشين في مصر في زمن فيه اضطهاد لو أنت هتفضل مسيحي ومش هتنكر المسيح وتعتبر معرفة المسيح غنى هتعمل حاجتين أول حاجة هتدفع الجزية يعني أنت هتبقى مواطن من الدرجة الثانية تروح تدفع الجزية ثانياً هيتعمل فيك حاجات كثيرة قوي عار يعني ساعات يحكم عليهم يركبوا الحمر بالمشاقلب وساعات يحكم عليهم إنهم لا يملكوا شيء على الإطلاق أي واحد يملك حاجة وساعات يحكم عليهم إن ليس ولاية لغير المسلم على المسلم يعني ما ينفعش واحد يرقص واحد تاني مسيح يرقص حد تاني كلها إزلال وكلها عار وإنما جدي وجدك جدودنا الأدام قوي دول اللي وصلوا المساحية لنا عاشوا حاملين اسم المسيح أكثر غنى من الفلوس اللي بيدفعوها جزية من الألم اللي هم بيتقلموه من العار اللي هم هو ده الغنى معرفة المسيح غنى معرفة المسيح بالنسبة لي هو ده الغنى الحقيقي مفيش غنى تاني يسوي الفلوس ما تسويهوش وإنما في غنى حقيقي اسمه معرفة اسم المسيح سؤال اللي هسأله لي وأسأله ليكم هل بنشعر وإحنا عندنا المسيح اسمنا زي ما بنقول في القداس اسمك الكدوس الذي ايه دعي علينا هل احنا بنحس لأن اسم المسيح الذي دعي علينا احنا عندنا غنى فرحانين بهذا المسيح أكثر من أي حاجة تانية ولا مش حاسين بالغنى ده هي بس فلوس اللي في البنك هي الغنى هي العربية الغالية هي الغنى الدهب الغالي هو الغنى لو الله اداني أشكرك يا رب ما عنديش مشكلة في كده خالص وإنما ما ياخدش ده قلبي وإنما معرفة المسيح هو ده اللي ياخد قلبي إن عرفك يا ربي هو ده اللي ياخد قلبي أحكيلكوا حكاية لطيفة حصلت معايا كنت مرة سفرت من زمان قوي سيدنا طلب مني من 15 سنة كده كان فيه كنيسة جديدة في ماليزيا وسيدنا طلب أروح أصلي في هذه الكنيسة وبعدين وأنا هناك في الكنيسة عدت أسبوع وكنا بنعمل عشية وكان فيه حد كده سيدنا قال لي هربان من مصر الأنبى موسى أسكف الشباب في الوقت ده كان فيه عنده حد من أولاده اللي كان آمن بالمسيح وهو من خلفية دينية أخرى آمن بالمسيح وكان تعرض لإضطهات شديد جداً فهربه برا مصر فهربوا أول بلد يعربوا لها ماليزيا لأن قدر يخش ماليزيا من غير فيزا فهربوا على ماليزيا الولد ده اسمه أندرو فاكر اسمه لغد دلوقتي ومراته اسمها ماريان أندرو وماريان دول حكاياتهم لذيذة قوي هي مسيحية أساساً وشاب لذيذ قوي كده عنده بتاع 26 سنة وشاب كده شكله لطيف قوي وكده وحلو وقفين في العشية اليوم اللي هم وصلوا فيه وبعدين بنصلي كان معي أب تاني من ماليزيا الله ينايح نفسه دلوقتي في السماء فكان بيصلي وانا وقف آخر الكنيسة كده يعني ما بصليش بس هو كان بيصلي قد نفع شيء وانا وقف في الكنيسة فالتليفون ضرب بتاع أندرو اللي هو عرف المسيح مؤخراً اللي هو التلميذ أمبا موسى أسكو في الشباب فامراته وقف جنبه كنيسة صغيرة ما فيهاش ناس كتيرة فقالت له رد على التليفون أنا واقف ورام بصف واحد فسامع الحوار رد على التليفون فزجرها كده وقال لها احنا بنصلي احنا في الكنيسة بنصلي أنا استغربت لهذا الإنسان عارف قصته لأنني رحت استنته في المطار وحكالي قصته ووراني الجروح اللي متجرحها وهو شاب صغير من أجل المسيح اللي احنا بنصلي المسيح أغنى عندي من أنني أرد على التليفون فردت عليه رد وقالت له يمكن تكون الأمم المتحدة لأنهم داخلوا لجوء وهيشوفه لنا سكن وهيشوفه لنا حاجات زي كده فبرضه زجر مرة كمان كده بشكل كده هو إنسان رئي جدا يعني أنا عادت معاه مشوار من المطار للكنيسة ساعة ونص في ماليزيا فقالت معاه ساعة ونص فحسيت فيه أنه شاب رئي جدا شاب حلو قوي فتاني مرة يزجرها كده وقال لها إن شاء الله يكون ملك البلد يتصل مش هرد عليه طول ما إحنا في الكنيسة بعد ما تخلص الكنيسة أنا هرد عليه حاسبين عار المسيح غنى أفضل من كل كنوز مصر لمعرفة المسيح احتمل الضرب واحتمل أنه هو يسيب البلد ويهرب واحتمل أن يروح يدور على حتى يسكن فيها ربنا عمل معاه معجزات فائقة تلع بمعجزة كده سدقوني بمعجزة تلع من ماليزيا وراح أستراليا وكان صلوات اللي بتقمن أجله أنه ما يتمسكش لأن البلد دي لو شافوا أنه هو خارج وخارج إزاي معجزة معجزة وصل هنا وعايش كده في سلام وعايش في أمان الكلام ده من 15 سنة ولا أقل من 15 سنة والمسيح شاله على قديه حسب عار المسيح غنى أفضل من كل خزائم مصر اللي معاه المسيح غني ما يبيعش المسيح من أجل أي حاجة هو عارف الغنى اللي موجود عنده هقدم بحكاية لطيفة على الغنى الحقيقي عندنا مش هأخفي الأسامي لأنه هو إنسان جميل معروف أمين الخدمة عندنا واسمه أستاذ مجد إلاد يمكن الناس كتير أتعرفه إنسان حلو قوي يعيش لربنا يعني كده الغنى عنده هو ربنا اسم المسيح يسيب أي حاجة عشان ربنا وبعدين الشيطان حب يجربه كده هو فقط زوجته من فترة سغيره وبقى أرمل ويخدم في الكنيسة بقلب حلو وشيطان حب يجربه فمش عارف ماشي الكعبل الحد بتاعه حصل فيه شرخ وراحت أزوله في المستشفى وهو بقى يعني over 80 years of age يعني ما أكتر من age مش عارف بقدي يعني إنما راجل مش صغير يعني وراحت المستشفى الألام جمدة جدا كلمته في التليفون فقال لنا متألم جدا جدا ومش عامل يعني مفيش حاجة عملها لعملية ولا أي حاجة أنا هقعد كده لغاية يدوني حاجات مسكنة لغاية ما الشرخ ده يتزبط مفيش عملية تعملها إنما رحت شفته فرحان بالمسيح وشه كده هادي وجميل أقول له يعني 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 اللي حصل ده معلش عليه يعني وكلام زي كده قال لي كلمة لذيذة قوي مش قادرة نساء قال لي مش هو عايز كده هو المسيح اللي عايز كده أنا مين عشان أتكلم ده أنا يكفيني المسيح هو قرر كده هو عايز كده يعمل اللي عايزه أنا ما تفرقش معي مكسور مش مكسور جسمي كويس مش جسمي كويس هعوض لي ست شهور قال لي يمكن تقعد ست شهور ربما تعرف ترجع تاني تمشي ولا حاجة إنما مش هو عايز كده مش المسيح عايز كده قلت قد إيه هذا الإنسان عايش حقيقة في حب المسيح المسيح عنده غنى أكتر من كل خزائن مصر وغنى مصر هو ده الغنى الحقيقي الغنى بالمسيح هو ده الغنى الحقيقي ياما ناس كتير قوي سابت حاجات كتير قوي من أجل اسم المسيح الواحد وعشرين شهيد بتوع ليبيا اللي لسه عايشين في الحكاية بتاعتهم وفي القصة بتاعتهم كل اللي عرضوا عليهم اسم المسيح أغلى اسم المسيح أغلى هل بتحس إن اسم المسيح بتاعك أغلى ولا ممكن تضحي باسم المسيح عشان غنى هو ده الغنى الحقيقي اللي الكنيسة عايزة تعلمه لنا النهاردة هو الغنى الذي يثبت إلى الأبد وياخدك لحياة أبدية الغنى اللي الكنيسة بتعلمه لك نوعين من الغنى نطلع بيه من النهاردة خليه غني بيهم من فضلك وصلي من أجلهم وفيه أنواع كتير قوي من الغنى عندما النوعين دول مهمين جدا غنى الرضا والشكر خليك راديو شاكر اوعى تغضب اوعى تقولش معنى اوعى تقارن نفسك بالآخر خلي عندك رضا والشكر باستمرار فده الغنى الحقيقي والغنى التاني هو غنك بالمسيح أنا غني بالمسيح اللي جواي أنا أغنى من أي واحد تالت تاني عنده ما عندهش هذه الغنى قمة بقى قمة الحكمة في الغنى هو حب الفقر أو الفقر الاختياري إن الإنسان يختار أن يعيش فقيرا قلتلكم أختم بالقصة اللي فاتت بس سامحوني أقول لكم القصة دي لأنها يعني افتكرتها دلوقتي الناس الذين يريدون أن يعيشوا في فقر اختياري من أجل المسيح ودول الرهبان الرهبان يبيعوا كل حاجة عندهم من ضمن عهود الرهبنة من ضمن الفاوز بتاعة الرهبنة التعاخد بتاع الرهبنة إن يعيش فقير لا يملك شيء مرة البابا شنودة آخر قصة يعني أوعيدكم مش أقول حاجة تاني عشان تروحوا آخر قصة أقولها شفتها قصرت فيها ومرة بابا شنودة دعوه في برنامج وهو كان يحب يجبوه في برامج كان كلامه حلو يعجب كل الناس مسلمين مسيحيين عرب أي حد يسمعه ينبسط بالبابا شنودة فجابوا واحد اسمه عماد أديب وده أخه عمر أديب لو أنتوا دورت على اليوتيوب هتلاقوا اللقاء ده وهو رجل فيلسوف قوي الرجل ده وكلامه محلو قوي فجاء لمس في النقطة بتاعة البابا سأله سؤال كده قال له رئيس الجمهورية بياخد كذا في بلدنا ورئيس الوزراء بياخد كذا وقال له الأرقام البابا بياخد كم هو ده بيسأل السؤال بقى فاكر البابا بياخد رقم أعلى أو يمكن زيهم فالبابا حب بقى مسك النقطة دي وحب يعلم الناس أن هناك شيء اسمه الفقرة الاختياري واخترت أن أكون فقيرا اخترت بنفسي أن أكون فقيرا فبراع البابا في الرد على هذا السؤال قال له أنا لا أمتلك شيء فالراجل كده وشه تغير وبص كده هو قال له يعني إيه قال له يعني أنا لا أمتلك شيء ما عنديش شيء الجلبية بتاعت دي ناس شاريهالي قال كده الجلبية بتاعت دي ناس شاريهالي ناس ده فعال فلوسها سوري الفانيلا لابسها من تحت دي هما بيشتروا هالي ما عرفش سعرها كام ما عرفش الفلوس بتعمل بها ايه ولا بتشتري ايه ما عنديش فكرة ما بشتريش حاجات أنا كراهب اخترت أن أعيش فقيرا والراجل تساب بقي الأسئلة وقعد يسأل في البابا إيه قصة الفقر الاختياري دي قال له إن المال قد يكون شر فالراهب يترك المال ولا يتعامل مع المال بل يعيش بفقر اختياري وده قمة الحكمة اللي بيعشوها الأباء الرهبان والأباء الرسل اللي تركوا كل شيء وتابعوا المسيح ولم يكن معهم شيء على الإطلاق هو ده عكس الغنى هو الإنسان الذي يريد أن لا يمتلك كثيرا فيكون خفيف في حياته ما فيش حاجة تربطه ما فيش سلاسل المال تربطه ده أنا عايش لك يا رب دهوني أي حاجة يدهوني أي أكل أكله أي حاجة يدهوني ألبسها أي حاجة يعملها ده قمة فهم حكمة عدم الغنى وعدم محبة المال اللي ممكن تأذي الإنسان ربنا يدينا كلنا أن يكون لنا حكمة أننا نبقى فاهمين الغنى الحقيقي اللي عندنا لأننا عندنا غنى حقيقي موجود جوه كنستنا وجوه تعلمنا وجوه مخنا وجوه الروح القدس اللي بيقودنا ثلاث أنواع من الغنى جمال أوي يمكن أول نوع أن تكون راضي وشاكل ربنا باستمرار أوعى تفقد هذا الغنى لو فقدت المال كله أوعى تفقد هذا الغنى أن تكون راضي وشاكل ربنا الغنى الثاني هو غنى معرفة المسيح الغنى الثالث أنك أنت تختار في بعض الأوقات أن تعيش ما تملكش شيء أقول لكم ممكن ينفذها إزاي ممكن يعني في البيت ما تبقاش بتتصارع كثيرا عشان موضوع الفلوس أنا ما عليش في الموضوع ده خلي حد يدبرها خلي شركة حياتي ولا شرك حياتي ياخد لباله مش شغل بالي قوي أنا اخترت أنا عيشة ما المال ده أنا سايبه أعيش فقيرا من أجل المسيح اللي يعمل كده صحيح لازم نعمة ربنا اضحوته ولازم يرى العذرة زي ما شافها الأخ عادل ما حد شافها في الكنيسة هو اللي شافها تلت مرات أول مرة حاجة زيارة تاني مرة خمس ثواني تلت مرة شافها لعدد كبير من الثواني زهرة بالكامل فكل جسمه قام عايز يجري عليها وكان هو ده الشفا لأنه هو الوحيد اللي شافها يستحق أن تقير العذرة من أجل أن الغنى بتاع العالم مش واخد باله قوي منه وإنما عايش حياته شاكر عايش حياته راضي عايش حياته في الكنيسة وفي محبة ربنا فدلت داله هذا الغنى الحقيقي الله يدينا كلنا أن نكون أغنياء في التواضع زي العذرة في الشكر زي العذرة في القبول زي العذرة في كل الصفات الحلوة لأخت كريستين في الترانيم اللي كان بيرنموها قالت أن لها صفات حلوة المسيح هو بنائية كده زي الزوج ما بنائي زوجته كده لقى فيها الصفات الحلوة دي فأخذها الله يغنينا بكل صفات العذرة ويخلي العذرة دايما سبب فرحة في كنسيتها لها كل المجد والكرم ملآن والأبد أمين ترجمة نانسي قنقر